السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج أدوي إلستراتور في درس النهاردة نتحدث عن أمر مهم جدا ممكن نستخدمه وخصوصا للمهتمين بمجال التباعة أما تصدر ملف المطبع كما تعلمنا وتعودنا في الدروس السابقة نلازم أخلي بالي من بعض الأمور بما أصدر الملف بتاعي المطبعة من أهم هذه الأمور أن تعمل Create Outline للخطوط بحيث أن أضمن أن الخط ما يتغيرش لما المطبعة تفتح الملف طيب كان جالي سؤال من فترة هل في أمر معين أقدر أن أستخدمه في الإلستراتور بشكل أوتوماتيك بحيث أنه يعمل بالنيابة عني موضوع Create Outline في أمر كده ممكن نعمله ولكن الأهم من كده خلينا نشوف حاجة بسيطة ممكن تحسسك بأهمية الأمر اللي نحن هنعمله دلوقتي لأن حد هيقول لي مش مشكلة ما ممكن نعمل Create Outline أو أعمل Select All بالمنظر ده وعندي من قائمة طيب أنا عندي أمر Create Outline جميل جداً هيعمل فعلاً Create لكل الخطوط اللي في الملف وكل الخطوط اللي موجودة أو تيكست في أي أرتبورد ولكن أوقات بكون عندي تيكست وليكن أنا أفترض أن أنا عندي تيكست زي ده ومحتاج أن أنا أجي هنا من قائمة Object Envelope Distort وعمله Make وأختار مثلاً حاجة زي كده شكل ده أو أي شكل من هنا مش هتفرم معي أما حاجة أن أنت أغطي للتيكست ده شكل من قائمة Envelope Distort وهقول له OK طيب من الطبيعي أن أنا خلصت شغلي زي كده وممكن أكون عامل شكل زي ده وممكن شكل زي ده ورضو أعمله Envelope وممكن يكون عندي أشكال كتيرة جداً في الملف وعندي ملف كبير وفيه أكتر من Artboard وعمله حاجات زي كده من الطبيعي أن أنا بعد ما هنتهي من عملي بالملف واجهة أصدره أن أنا أعمل Select All Ctrl A أو Command A وارح لقائمة Type وأعمل Create Outline وكده يبقى تأكدت أن أنا أكيد كل الحاجات اللي في الملف عندي أو تيكست ما أعمل له Create Outline وأبتدي أبعث الملف المطبع بهذا الشكل ولكن نسيت حاجة مهمة أو مخدتش باري من حاجة مهمة أن الأمر اللي على التيكست هنا لأن أنا عملت هنا Distort أو Envelope فبالتالي هو ما حسش الستريتورن ده تيكست فبالتالي ما خدش معايا Create Outline فبالتالي هيحصل عندي مشكلة كبيرة جداً لما بعت الملف ده للمطبع ولمطبع تأتي تفتح الفايل وما عندهاش نفس الفونت ده الفونت ده عندك هيدرب وهيدي أشكال غريبة جداً وأن الشغل بتاعك هيحصل فيه مشكلة وحتى لو المطبع بعتت لك وقاريت لك تأكد أن أنت عامل Create Outline وعملت Select وروحت لقائمة Type هتلاقي أني Create Outline أشخاصاً مش ناشطة عندي فمعنى كده أن فعلاً كل الخطوط عندي ما أقولها Create Outline ولكن لا هو هنا ما بتعملش على ده إنه خط فبالتالي لازم أمسك الكلمة دي أو العنصر ده وروح لقائمة Object وعمل له Expand عشان نحاوله من Ticket إلى Create Outline ولكن أوقات بكون ناسي أنا عملت إيه في الملف وديته أمر Envelope Distort ممكن أنه عندي أرتبورد كتير وفيها حاجات من دي كتير جداً فبالتالي أنا هعمل الطريقة البسيطة اللي هنستخدمها دلوقتي وهي بقول بالنيابة عني خلي الستريتر هو اللي يتولى موضوع Create Outline لأي تيكست لأي حاجة لأي تيكست موجود في الملف سواء تيكست عادي سواء أخذ Envelope Distort أو أي إن كان لأني زي ما قلت لك لو ضغطت دولت لك كده هلأني ده مازال تيكست رغم أن أنا عملت Create Outline طيب خليني أرجع بس Ctrl Z بحيث أرجع التيكست زي ما هو وتعرض أن نبتدي الحركة بتاعتنا أو الطريقة بتاعتنا أول حاجة هروح لقائمة Edit واختار عندي أمر اسمه ترانسي برانسي فلاترن بريسيت بالمناسبة الأمر ده موجود زي ما هو بالضبط في الانزاين وكنت شرحت الأمر ده في الانزاين قبل كده ولكن خلينا نلقي الدوق عليه مرة أخرى في Redamage Illustrator فنغط على ترانسي برانسي بالمنظر ده بيفتح لي البانال دي كل ما عليك أن انت تيجي هنا وتضغط على علامة New أهم حاجة عندي أنا أعمل له Convert All Tickets To Outline يعني حاولي أو أعمل لي Convert لكل التيكست إلى Outline لازم أمر علامة صحة على دي واجي هنا أرفع دي إلى 100% وتعرضي هنا ممكن تسمي البرسيت بتاعك كيف أنا ممكن أسميها Tickets Outline مثلا بالمنظر ده وبعدين أقول له OK لقيت أن في فعالة من برسيت جديدة نزلت Tickets Outline حسب ما أنا سميتها بقت موجودة مع البرسيت الديفولت اللي في البرنامج بعد كده أعمل OK خلينا نفتكر أن أنا ما زلت عندي كل ده ما زال أنه هو Tickets طيب تعال نجرب الطريقة بتاعي سواء هتصدر PDF أو سواء هتحفظ الملف بتاعك AI للمطبع أي أن كان هنشوف الطريقتين مع بعض فأنا هاجي هنا وليكن وأعمل Save Copy بالمناسبة اتعاوز استخدامه Save Copy لأنها مهمة جدا لأنها بتعملي نسخة تانية وبتحفظها لي في المكان اللي أنا اخترته وبيظل النسخة اللي أنا شعر عليها مفتوحة زي ما هي غير Save As طيب خلينا أحطها على Desktop زي ما هي وليكن من برشيب واختار Illustrator AI وعله Save طيب التركية كلها هنا أنا محتاج أن أنا أعمل تنشيط للترانس برانسي عجل أن أخطر منها البرسيت اللي أنا عملته من شوية طيب لازم أنزل لفرجن اللي هو ثمانية أو ثلاثة أو Illustrator ثلاثة فخليني أنزل على فرجن ثمانية بحيث أن الترانس برانسي عندي هنا تنشط بعد ما ننشطت بالشكل ده أروح أفتح البرسيت عندي هنا هلاقي تيكست Outline اللي أنا اخترتها أو اللي أنا أعملتها أو أنشعتها من شوية موجودة هضغط عليها أقول له OK وأنا أقول له OK هتلاقي الملف إن هو حفظ الملف طيب خلينا عشان نتأكد نرجع من قائمة File Open ونفتح الملف بتاعي مفروض إن دلوقتي هو عملي ده الملف بتاعي هقول له Open مفروض إن هو عمل Create Outline لجميع الخطوط في الملف بدون من أعمل هذا فعلا لو جيت هنا رأيت إن الخط كل هو Create Outline زي ما أنت شايفين ما عادش تيكست بقى مرسوم حتى هنا التيكست اللي أنا اخترته اللي أنا كنت أعمل عليه Effect اللي هو Distort برضو أعمله زي ما أنت شايفين كده Create Outline فده أمر مهم جدا هيظل عندك طول ما أنت شغال على برنامج Illustrator فبالتالي هيوفر عليك عناء إن أنت تعمل Create Outline بنفسك وإن أنت لو عندك حاجة ما أقول لها Envelope Distort ما تكونش ناسي مكانها فين فبالتالي هو بنفسه بيعمل Outline طيب الطريقة الثانية نفس الفكرة لو أنت هتصدر الملف للمطبعة نفس الحدوثة غالينا أرجع للملف العصلي أنا المرة دي هعمل Save Copy والمرة دي هختار PDF وليس AI فلو اخترت PDF خلينا نشوف برضو نفس الطريقة أضع الملف عندي على Desktop أقول له Save سألقى الملف عندي لا ترى الملف عندي تختار Trim وفي Advanced سألقى برضو أن هنا البرسيتة عندي ليس ناشطة فأجد أيضا أضع هنا واختار PDF 1.3 أول ما تنشط معي أختار Ticket Outline وتبتدي تصدر الملف كما عملنا بالضبط منذ قليل طيب فيتر الكيف في غاية الأهمية ألا وهي خليني أخذ نسخة من Ticket Ctrl C وأروح أفتح ملف جديد وCtrl V وده اللي ممكن وارد جدا اللي انت تقابله هتيجي تعمل نفس الحركة اللي أنا عملتها من شوية Save Copy وتيجي هنا تختار Desktop تقول له Save وتيجي هنا طبعا هتلاقي البرسيتة عندي ليس ناشطة فهتروح ل Illustrator 8 هتلاقيها برضو مش ناشطة هتروح ل 3 هتلاقيها برضو مش ناشطة طب ليه هنا مش ناشطة وليه في الملف ده كانت ناشطة الموضوع كله ركز معي بيعتمد ان انت تعمل ترانس برانسي أو أي عنصر في الملف عندك يكون فيه شفافية شفافية وهنا بالملف الملف هنا ساعدني ان فعلا فيه شفافية سام في الدزاين يعني هنا فيه شفافية اللي هي القباسة هي هنا كتوغد 50% عندي برضو الشعار أو اللوجو هنا واخد 25% فعندي شفافية ولكن ماذا لو انت عندك تصميم وليكن زي ده مفيش اي حاجة فيها شفافية فبالتالي عمر الامر عندك مهين شط مضاف غاية البساطة تعال ارسم اي مربع اي دايرة اي خط اي شكل سواء داخل الارت بورد او خارج الارت بورد خليه خارج الارت بورد عسان ما يسبب لك مشكلة في الداخل والملف عندك او افوا العنصر اللي انت رسمته انا رسمته مربع بسيط جدا خليه وليكن حتى 1% شفافية بتاعه بحيث حتى ما يبقاش بعيد حتى لو دخلته هنا بالغلط داخل الارت بورد مش هيبانه يسبب لك مشكلة لازم خلي براكم الحتة دي لازم ولا بد يكون عندك اي عنصر واخد قباستي داخل الملف في الحالة دي اما اعمل سيفا كوبي وارجع تاني لنفس الطريقة بتاعي واجي هنا لستريتور 8 هلاقي فعلا الامر عندي هنا نشط وممكن اقدر اعمل تيكست اوتلاين وده راجع لان زي ما قلنا لازم يكون عندك اي حاجة واخدة ترانسي برانسي او شفافية او باستي دي اهم حاجة عندي تقدر تاخد بلك منها النهاردة بكده تكون درسينا النهاردة اتمامنا تكونوا استفدتم منه ان شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة